اشتركوا في القناة لها علاقة بعلم الفلك هي رح يكون فيها دروس تعليمية او تعليم علم الفلك بطريقة سهلة ومبسطة يعني ابسط مما يتخيل عقل اي شخص يعني ما رح تكون فيها الفزلكات والكلمات والمصطلحات والعبارات اللي بتمط فيها وبتصغر فيها وبتخلي الواحد ما يفمش ويشت ويضيع فيما عن علم الفلك ويفكر انه العلم هذا علم معقد جدا وصعب جدا وادراكه يعني بكون مرعب جدا انا القدامى من المتابعين بيعرفوا انه انا عامل كتاب وهو مخطوط الكتاب هاد بتجاوز الالف صفحة على الورق الـ A4 تقريبا تكست 14 يعني الفونت فعشان هيك كم المعلومات اللي حاطها في المخطوطة كبير جدا وسهل جدا يعني بمعنى انه مش شيء معقد باسلوب علمي ثقافي بحت انا رح انتقي من هذه المخطوطة الاشياء المهمة والخصها واعمل فيها دروس واحنا بلشنا على المدونة هذا الموضوع لاجل انه اي شخص مهما كان علمه مهما كانت ثقافته مهما كانت توجهاته يطلع ياخذ معلومات اللي يفهم ايش هو علم الفلك واللي حاب يتبحر نفسها هاي المقدمة لحالها هي بتفتح مدارك الشخص انه بصير يستوعب ايش هو علم الفلك ووين مفاتيحه وين اسراره فالامر مش صعب ومش معقد وانا بنصح الكل كل كل انه يتابع ويقرأ ويثقف في هذه المواضيع مش ايش انه انا بامكاني اجي اخذ انا شطر مثلا اللي نفترض انه منحكي عن تقلب فمنحكي عن برج الجوزة مثلا متقلبين بمزاجهم هاي مختصر متقلبين في مزاجهم ممكن هاي كلمة متقلبين في مزاجهم هم اظن ارغي فيها لمدة ساعتين كاملات لدرجة انه انت تكره اهله الفرج الجوزاء ولكن هي مختصرة متقلب في مزاجه خلص انت لحالك بتبني وبتعرف شو يعني متقلب في مزاجه بدون ما انا اتفزلك لك في الموضوع وتحس انه بينه وبينهم ثار يعني فعشان هيك منصح الجميع انه يتابع ويقرأ يخذ المعلومات يحفظها يعملها كوبي يحطها في فولدرات لحالها عنده كمدونة او ككتاب له ما عندي اي مشكلة المهم انه هذا العلم تستفيدوا منه وتحاولوا انه تستغلوا الفرصة لانه ما في حد بيجي بقولك انا مجانا رح اعلمك ولا رح يقولك انا بدون مقابل رح اعلمك وانا اي سؤال بدكو اياه يعني اي استفسار عن الدرس نفسه حط لي في نفس المدونة اكتب لي انه انا سؤالي عن كذا 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 انا بجاوبك ولكن ما تقفز يعني ما تجي ندولي طب شو معنى الكوكب الفلاني في الخارطة الفلكية لما بكون على الدرجة الفلانية عامل زاوية كذا وهو هبوط وبال ومش عارف ايش وهذا اترك الامور لما تيجي لوقتها وحاول انك انت تصفي مخك من اللي في مخك يعني اللي انت عرفته من اي فلكي او قرأته او طلعت عليه صفي اطلع اللي انا رح اعطيك ومعديها لما نخلص اخر ايش اقول لك انا خلصت تيجي انت تقول لي اه والله انا ما استفدتش منك انا استفدت من كذا وكذا وكذا وانتقدك في كذا واذا استفدت فانت بتقول انا هسا فهمت شو علم الفلك وانا متأكد انك رح تيجي تقول انا تعلمت علم الفلك وصار بمقدورك انك انت تحلل شخصية وتفتح خارطة فلكية وتحلل الخارطة الفلكية وحتى تقرأ خارطتك وتحط توقعاتك اليك لحالك والموضوع مش مبني على علم فلك يعني انا مش رح بس اشرح علم الفلك انا رح اشرح لكم علم الحرف علم الرقم علم الاوفاق رح اشرح علم الاسماء مش العلم الاسماء اللي متداول حاليا كوكب كذا مع كوكب كذا فانا بعطيك الحرف كذا واختار مش عارف ايش لا 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 علم بسيط حلو جميل جدا هيك تطلع موازين الاحرف انت وتعرف كل حرفه وقيمه وتعرف ارتباطاته وعناصره وسعودته ونحوسته وايش الممتزج منها وتوزن الاسم وتعرف ميزان الاسم وهل ميزان الاسم بنطبق معك فلكيا ولا بنطبق مع موليد هذا البرج رح اعمل قوائم برضو اختيار مبسط للموليد كنا احنا بلشنا فيها قبل فترة رح نعمل اختيار مبسط للموليد انه افضل الاسماء لموليد برج القوس افضل الاسماء لموليد ذكور وانوه واناث واحرفهم المناسبة لالهم وشو الصفات اللي بتعطي كل اسم والاسم هذا ايش افضل للاشياء لالو ايش المتوقع لالو فهاي كلها علوم ما الها علاقة بالفزلكات اما اللي بيجي بيقول لك اسماء الله الحسنى ودعاء اليوم ودعاء الشهر وهذا الاسم بنطبق برتبط مع هذا اليوم فسبحوا فيه وصلوا فيه وادعوا بالدعاء هذا لانه هذا الدعاء مربوط مع هذا اليوم هذا كله كذب كذب ونصب واحتيال ومسرق عشان انا افيدكو فيه يعني صاحب الموضوع الاساسي اللي سوى هذا العلم او مش سوى هذا العلم ضاف هاي الاضافة كان هو المقصود منه بدي يروج لأبليكيشن يعني لها موقع له بمفتح على التليفون عشان انتو تختصروا تكشفوا انه اللي كان يحكي هذا الموضوع وانه دعاء هذا اليوم ودعاء هذا الاسبوع والاسماء هاي تتناسب مع هذا الاسبوع وحاسبها غلط وبخربط في حاله ما له علاقة في هاي الامور علم الفلك ما له علاقة في هاي الامور علم الفلك انا الي هاي سنة وقبلها من الفين واربعطاش وانا بنشر على الفيسبوك كل يوم بنزل مزاج الكواكب كل يوم بنزللكم مزاج الكواكب طيب كم واحد منكم بهاي شوفوا معلومة كم واحد منكم بيجي بقول مثلا قرأ في كتاب او سمع من شيخ او سمع من معلم او سمع من مين ما كان يكون ايه قال انه مثلا يوم الاثنين في ساعة الزهرة هي جيدة لها الحب والغرام والزواج والارتباط كم واحد كثير انا متأكد تماما كثير رح يقولك وفي ناس يقولك انا ما بزبط اشتغل الا يوم كذا عشان كوكب كذا ولا ها انه سعودت الكوكب ومش عارف ايش طيب انا لما باجي بقولك انه اليوم مثلا الاثنين والزهرة منتحس بنسبة خمسين في المية وين السعود اللي فيه هو هذا اللي حكى هو فاهم ايش اللي بعمله طيب انا بحسب لك يا قاعد بالمية بقولك هذا سعيد بنسبة عشرة في المية خمستاش في المية منتحس بنسبة خمسين في المية منتحس بنسبة خمس وسبعين في المية سعيد بنسبة مية في المية يعني هذا علم مش اي واحد متفزلك قرأ معلومة صار يفهم فيها هذه الها حساباتها والها عالمها شوي شوي رح اعلمكم ورح اشرحلكم اياها وبطريقة حلوة وسهلة والكل رح يصير اقولكو اللي بدو يفتح قناة انا ببوعد وانه انا ادعمه بالمعلومات كمان ما عنديش اي مشكلة بس المهم انه لما بدو يفتح قناة ما ينصبش وما يكذبش وما ينتح له الشخصية انه هو علام القرن كلنا منتعلم اي اي انا اكتر من خمس وثلاثين سنة وانا بتعلم والحد الايوم بتعلم والحد ما اموت وانا بتعلم هذا علم الله فلا اقسم شو وين انتوا رايحين ما اشي فتابعوا المدونة تابعوها شفوها اقرؤوها عيدوا الموضوع مرة واثنين وثلاثة يعني بحاول انا ما اكتبش كثير يعني المقصود مش الربح المقصود انك انت تقرأ تقرأ وتفهم فمختصرها بفيدك من ناحية علمية لما يجي يعني بدك تحرج واحد انت من انتبعين الفلك قل له هو بلوته قداش ببعد عن الارض خليه يحكي لك بالضبط اذا عارف يجاوبك بتراجعني لا حول ولا قوة العلي العظيم خلينا نروح على توقعتنا اليوم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الاربعاء عشرين واحد القمر ما زل موجود بالحمل ساعة المساء رح ينتقل للثور لكن طالما انه في ساعة المساء معناته حلقة الغد هي اللي رح نحكي عن الانتقال فيها لانه رح يجي في فترة ساعة المساء اغلب اليوم رح يكون في منزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة عشر وخمسة عشر دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثورية وهي جيدة وبتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء يعني الأسرار الأشياء المخبية المواضيع الأشياء هاي ما تكشفهاش ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور يعني اللي عنده عشر اللي رأي تحب يخبيهم مناح يتخبوا في هذا اليوم طبعا بالنسبة للقمر حكينا أنه في الحمل حكينا تأثيرات القمر لما بيكون موجود بالحمل في هاي الفترة بتشعر بطاقة كبيرة وخصوصا للعمل بنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع بتصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة من لاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك يمكن شراء بطاقة يا نصيب ولكن طبعا القمر منتحس فأنا ما بنصح فيها أو إدخال قصة على الشعر أو إقامة حفلة ما مثلا أو مناسبة أو احتفالية معينة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم في عنا زاوية صعبة شوي فرح نحكي عنها اللي هي اقتران ما رح يكون شوي فيه إلو أحداث وإلو ما بعده بالنسبة للزاوية اللي رح نحكي عنها أول شيء هي أول زاوية زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة صباحا تدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد الزاوية هاي مباشرة يعني الساعة ثمانية ونص صباحا بتوقيت جرينتش يعني عشرة ونص بتوقيت الوردن بيصير في عنا خلو المسار وخلو المسار هاد رح يستمر لغاية الساعة ستة وخمسة وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة يعني نخذ النهار كيكول لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة ستة وخمسة وخمسين دقيقة مساءا القمر بصير في الثور فعشان هيك بصير تغيير على مزاج جميع الأبراج فنشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتبد على أنفسنا ماديا وأنه ما نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة تلفاز مثلا أو لمة عائلية أو مناسبة معينة يعني إشيء له علاقة بالمنزل والعائلة والتلفاز والأجواء الرومانسية والكلاسيكية والأشياء بالنسبة للزاوية التي تليها اللي حكينا عنها هي زاوية خطيرة هي زاوية اقتران سلبية بين الماريخ وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء زاوية مش هينة مش سهلة زاوية هاي يعني بتعمل نوع من أنواع التردد نوع من أنواع الخوف في اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا بتجعلنا غاربي الأطوار عنيفين وبتسبب شقاقات عاطفية مع البعض والبعض ممكن يشتكي من تقلبات يعني هاي زاوية لها تأثير فترة يعني تقريبا بنقدر نحكي العشر أيام فتقلبات هاي في المزاج تيجي بالمزاج الجنسي بين ضعف جنسي وعدم القدرة وعدم الرغبة يعني في أشخاص ممكن يشتكوا أنه صار عندهم برود جنسي بالفترة هاي أو عدم الرغبة الجنسية أو التهرب من هاي الأمور طبعا بيدل على احتمال وقوع حوادث هذا كعام مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع الطائرات وحوادث على سكة الحديد سلازل عواصف تحديدا هي هاي اللي بنركز عليها أكثر شيء لأنه أولا هاي جاي في ساعات المساء بالنسبة إنها للأردن والشرق الأوسط فهي معناها في أوجهة فوقنا راح تكون بأفق السماء فهي بدل على عواصف تيجي بشكل مفاجئ ومنخفضات وبما أنه راح تكون في برج ترابي فالأشياء راح تيجي مفاجئة ممكن تيجي غريبة شوي أو برودة زيادة عن اللزوم عكس الحرارة أو ممكن رياحة ممكن يقع هناك نوع من أنواع التمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أو قتل أحد القاد الكبار ونشهد مظاهرات أو اضرابات في قطاعات معينة في منها مثلا الصناعة أو الصحة بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية راح تكون تربيع وهي تربيع سلبي بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون بساعة تسعة ودقيقة مساء بتوقيت جرينيج وهي بتعمل نوع من أنواع الصراع أو الاضطراب ما بين المشاعر وما بين العواطف يعني تتقلب العواطف والمشاعر بشكل كبير أما بالنسبة لخلو المسار القادم فالقمر بما أنه موجود في الثور فخلو المسار القادم راح يكون يوم الجمعة 22 واحد بيبدأ في تمام الساعة تسعة وسبعة وشرين دقيقة مساء وبيستمر لليوم التالي أي ليوم السبت 23 واحد تمام الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة صباحا تقريبا أعتقد لا ينتقل لبرج الجوزاء بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر المربع سبع أيام في تمام ساعة تسعة واربع دقائق صباحا بصير ثمان أيام نسبة الإضاءة بما أنه حكينا أنه في زاوية تربيع معناته راح يكون خمسين في المية هو الربع الأول أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعش اثنين منتحسة بنسبة ستين في المية طبعا لأنه بلشت تعمل زاوية اقتران وبدأ تبدأ بتشكيل زاوية تربيع فعشان هي منتحسة بنسبة عالية القمر في الحمل حتى يوم عشرين واحد طبعا هو منتحس بنسبة بتصل في ساعة الصباح خمسة وعشرين في المية ولكن مع ساعة المساء بتوصل لنسبة عالية جدا تقارب المئة بالمئة نحوسة أما بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد هو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية أما بالنسبة لأورانوس في الثور حتى يوم 28 هو سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% في أشخاص يبلمروا على التوقعات اليومية بيسألوا بيقولك كيف أورانوس لـ 28 أو لـ 25-6 زي نبتون هاي اللي هي مرحلة ثبات للكوكب إما بمساره الأمامي رح يظل لـ 28 بعدين يبدأ عملية التراجع أو رح ينتقل للكوكب طبعا بالنسبة لزحل بالنسبة لأورانوس نبتون بلوتو هذو لما في إلهم انتقال رح يظلوا موجودين في البرج فهي التواريخ هاي لعملية التراجع المشتري هو اللي رح ينتقل فيه 13-5 خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره أهم إشي أنك تتحرك وما تنتظر إنها تأتيك الفرصة حاول إنك أنت تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت أهم إشي دير بالك على شوية من بعض المصاريف برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهدى الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة بتظهر خلافات أو بتظهر لك هاي الفترة خلافات أو التباسات طباعك متقلب ومزاجك متعكر أهم مش إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع وبرضو زاوية الاقتران موجودة عندك اللي حكينا عنها عن المريخ وأورانوس بتخلي مزاجك حاد جدا وسريع التصرف وممكن تصرفك يكون مش لمصلحتك برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة وممكن تتعبر عن آراءك بحرية وجراءة تنقذك بسرعة البديهة من المواقف المحرجية اليوم ممكن تسكنك بعض الأحاسيس المتناقضة يعني تكون متقلب بأحاسيسك ومشارك لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء أهم شيء أنه حاول تستغل اليوم هذا لإنجاز كثير من المهام لأنه الأيام اللي جاية رح تكون فيها صعوبة وخصوصا القمر لما بيصير موجود بالثور برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبحافظ على إنجازاته القائمة أهم شيء أنك تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحد ما وتكون الظروف داعمة لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك برج الأسد بتنشطه في السفر أو في اتصال بعيد أو في امتحانات أو في تعلم شيء جديد خلال هذا اليوم هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة ولكن مع نحوص للقمر نقول لك ما تراهن كثير على الحظ اظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة تشعر بالاعتزاز والفخر أهم ايش انك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك ناقش كل الأمور بمنطق وعقلانية برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو بتعود بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم وتجنب الكلام الجارح وحاول انك تكون دبلوماسي كثير اليوم برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بسبب تقابل القمر مع برجك بتكثر الواجبات وبتتزامن يعني ممكن يصير أكثر من عمل في وقت واحد تشعر بالإرهاق لأن طاقتك برضو بتكون ضعيفة ممكن تشعر بالهلع ولا ضيق الوقت حاذر التراجع الصحي ما في خوف عليك كثير إذا يعني اتبعت الإرشادات والتعليمات ممكن أنك اليوم تتجنب بعض المشاكل ولكن الأهم أنك ما تتسلط برأيك عشان ما تنحسب الأمور عليك برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل لأنه ممكن اليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء لا لكم نظموا جدوى الغذائكم أخذوا قسط من الراحة من حين لا آخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة عليك بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإرشادات الإشارات مهمة في هاي الفترة حتى ولو كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم ومتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالي جدا ولكن الأهم دير بالك من أي خلافات أو مشاحنات عاطفية أو ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين أحد الأبناء برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية للمناقشة أكثر الفترة هاي بتظهر أو ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات فممكن تعرضك للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات وأغلبها رح تكون عائلية فاحذروا على المستوى العائلي من أي أمر من اللي أنا ذكرته برج الدلو ابتنشطوا في أمور إلها علاقها بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج للمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ابتنجح في طرح موضوع حساس وبتقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب يعني بمعنى فترة ممتازة جدا وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك بالفترة هاي واللي عنده امتحان أو مقابلة رح يبدع بشكل جيد برج الحوت بالظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعودله أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية خلال هذا اليوم أهم إشي أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة وانتبه لمصاريفك بشكل كبير لأن الوضع مش سهل وانتبه أثناء قيادتك للسيارة هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء